بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن اهم الرؤى والرموز اللي ممكن تدل على مس او ممكن تدل على مدايقة او تسلط الشطان او الجن على الرؤى. هنتكلم النهاردة عن اهم الرموز بشكل مختصر. اول رمز معنا لما يشوف الرأي انه هو بيرتكب زنب من الزنوب او كبيرة من الكبائر او رؤية المعاصب بشكل عام من الرموز اللي ممكن تدل على ازاء للشطان للرأي. كمان اما يشوف الرأي السحر او يشوف الساحر. رؤية السحر او الساحر. فبرده من الرموز اللي بتدل على الشطان. اه كمان لما يشوف الرأي الصعق بالكهرباء. لما يشوف الرأي انه هو صعق بالكهرباء. اه ودي لان اه دايما الصعق بالكهرباء بالسبب تخبط اه لجسم الانسان او صعق. فكل دي اه من الرموز اللي بتدل على المس. اه كمان لما يشوف الرأي الرأي الجنسية اه بشكل عام. اه انه يشوف الرأي انه هو في علاقة اه جنسية اه بشكل متكرر فدي برضو من الرموز اللي ممكن تدل على اصابة الرأي بالمس. كمان انه يشوف النار او الاحتراق او الوقود. اه وده لان الشطان مخلوق من النار. فلما يشوف انه فيه نار او اه الاحتراق او الوقود او يشوف انه فيه نار بتأذي الرأي فكل دي من الرموز اللي بندل على ازية من الشطان او من الجان. الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي التعب او انه هو بيعذب. اه في رؤية التعب او العذاب او رؤية الشعور بالارهاق او بالمرض او بالقلم او بالضيئة. اه فكل دي او انه يشوف انه هو بيتعرض لاي نوع من انهات تعذيب اه في المنام فكل دي بيدل على ازاء اه من الشياطين او من الجانب. كمان الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي الكلاب السودة. الكلاب السودة اه من الرموز اللي برضو بتدل على الشيطان خصوصا لما يشوف الرأي انه انه صدر منها اي سلوك عدواني اه دد الرأي. فبردو اه من الرموز اللي بتدل على ازية هيتعرض لها الرأي من الشيطان. وده القول الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب السود الشيطان. الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي اللصوص. رأية آآ في المنام برضو من الرموز اللي بيدل على الشيطان. آآ خصوصا لو شاف ان اللي سرق منه آآ حاجة فبردو دي من الرموز اللي بيدل على ازية. هيتعرض لها الرأي. اما يشوف الرأي الاشخاص آآ ما يشوف حد بيعتدي عليه. او ان يشوف حد مثلا آآ حد بياخد حق من حقوقه. يشوف عصابات او يشوف آآ جيوش مجهولة او يشوف اشخاص مؤسيين آآ للرأي يعملوا حصل منهم ازية او صادر منهم ازية ضد الرأي. آآ كمان لما يشوف آآ ما يشوفوا مثلا هما بينزلوا من السماء او بيخرجوا آآ من الارض او بيخرجوا من البحر. اما يشوف اشخاص اشكالهم غريبة. ملامحهم غريبة. آآ اطولهم برضو آآ او اشخاص طويلة جدا. آآ كل دي برضو آآ من الرموز اللي ممكن يدل على ازية آآ من من الشيطان. آآ كمان لما يشوف الرأي اكل الربا. اما يشوف المنام ان هو آآ بيهاكل ربا آآ باي شكل من الاشكال فكل دي برضو آآ من الرموز اللي ممكن تدل على المس. آآ كمان من الرموز لما يشوف الرأي انه هو بيسرع. رؤية الصرع آآ في المنام آآ برضو آآ من الرموز آآ ان يشوف انه بيسرع او بيحتز بسبب مثلا زلزال او بسبب سكر او بسبب مرض او آآ نشوف آآ بدون سبب آآ فكل دي من الرموز اللي بدل على ازاء هيتعرض للرؤية. الرمز اللي بعد كده رؤية الظلام او رؤية الخوف. رؤية الاماكن الضلمة او الاماكن او احساس الرأي ان هو خايف او احساسه بالرعب آآ كل دي برضو من الرموز. ما يشوف الرأي آآ برضو الحشرات او الزواحف. رؤية الحشرات او الزواحف كل دي برضو من الرموز اللي بتدل على الشيطان كمان الحياة العقارب العناكب الفران القرود ان يشوف حيوانات شكلها غريب او شكلها مخيف احجامها اكبر من الطبيعي او شكلها مخيف اكتر او ان يشوف حيوانات حصل منها ازية ضد الرائي او سلوك عدواني ضد الرائي فكل دي برضو من الرموز اللي بتدل على تعرضه لازا كمان من الرموز اللي بتدل على الشيطان رؤية الدم الدم في المنام من الرموز برضو اللي بتدل على الشياطين وعلى الجن وده اللي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يجري من بني ادم جمجرى الدم برضو من الرموز الحيوانات المفترسة. فدي برضو من الرموز اللي بتدل على مس مس من الشيطان او من الجان او ازاء للرأي. خصوصا لو شاف انه هي بتهجم عليه او انه حصل منها اي سلوك عدواني دل الرأي. كل دي برضو من الرموز اللي بتدل على تعرضه لازا. الرمز اللي بعد كده رؤية ازاء للناس. ان يشوف مجموعة من الناس المجهولة ان هي بتتأذي. اه او ان يشوف انه هو شخصيا هو اللي بيتأذي. ان يشوف ان في اشخاص مجهولين بيحاولوا اه مسلا يعتدوا عليه او بيلحقوه. اه فدي برضو من الرموز اللي بتدل على ازية. هتحصل للرأي. اه برضو من الرموز رؤية القبور او المقابر او المكبرة كل دي اه برضو اه من الرموز اللي بتدل على اه ازية هيتعرض لها الرأي. اه كمان لما يشوف الاماكن المهجورة اه في المنام اه بقصرة. يعني يشوف ان هو موجود في اماكن مهجورة اه في المنام بقصرة. فبرد برضو اه من الرموز اللي بتدل على الشياطين لان دايما الشياطين بيسكونوا الاماكن المهجورة. برضو لما يشوف ان هو في الحمام او آآ يعني قصرة رؤية الحمامات او آآ بيت الخلاق كل دي من الرموز برضو آآ اللي بتدل على الشياطين لان فيها نجاسة وكمان دي من الاماكن اللي بتدواجد فيها الشياطين. كمان لما يشوف الرأي ان هو سقط آآ في باطن الارض او انه سقط في حفرة عميقة او سقط في بير. كل دي آآ برضو آآ من الرموز اللي بتدل على تعرضه آآ لازم. كمان لما يشوف يعني انه بشكل متكرر ان يشوف آآ ان هو بيتناول السحور او ان يشوف انه في وقت الصحر او ان يشوف حد اسمه آآ الصحر كل دي برضو آآ من العلامات اللي ممكن تدل على آآ تعرض الرأي آآ لازم. آآ دي كده كده اهم الرموز اللي ممكن تدل على تعرض الرأي آآ لمس او آآ لازية من الاشطان او من الجان. آآ بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤالك تقولي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.